أكد محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبكوت مبارك بن ماضي إن أمن محافظة شبوى من أمن حضرموت وطمأنينة مواطنيها جزءا لا يتجزى من استقراره وطمأنينة أبناء حضرموت وقال المحافظ بن ماضي إن حضرموت بقيادة سلطتها المحلية ومواطنيها على استعداد لتقديم الغالي والنفيس لحفظ الأمن في شبوى وبسط الاستقرار في ربوعها وإن أي إرباك أو خروج عن قيادة سلطتها المحلية تستنكره وتدينه حضرموت وأضاف محافظ حضرموت إن أبناء شبوى وحضرموت جزء واحد يساند بعضه بعضا ويتداعى المساندة بعضه متى ما استدعت الضرورة واقتضتها الحاجة وأكد إن حضرموت هي تستقبل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لا تتردد في تقديم العون لأهل شبوى والدعم اللازم لتحقيق الأمن المنشود والستباب الاستقرار في كل ربوع شبوى الحبيبة